موسيقى نشرة الأخبار المفصلة من انفاند كاتخ مرحبا بحضرتكم إلى التفاصيل بعث صاحب والجلل الملك محمد السادس برقية تعزية ومؤساة إلى أفراد أسرة المرحوم الصحفي جمال الدين براوي وقال جلالة الملك في هذه البرقية علمنا ببالغ التأثر بالنبأ المحزن لوفاة الصحفية البارس المرحوم جمال الدين براوي تغمده الله بواسع رحمته ومغفيرته وأضاف جلالته وبهذه المناسبة المحزنة نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم ولأسرة الفقيد الإعلامية الوطنية ولسائر أصدقائه ومحبيه عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل صحفي ومحلل سياسي واقتصادي مقتدر مشهود له بمصار إعلامي متميز جبل على العطاء والوفاء الثابت لمبادئ المهنة وأخلاقيتها التي جسدها بكل جرأة وموضوعية في دفاعه المستميت وبحس وطني سادق وغيور عن المصالح العليا لبلده وعن ثوابت الأمة ومقدساتها وطنيا دائما في إطار تتبعية ترتيبات المتخذة لضمان دخول مدرسي ناجح قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكي بن موسى قام بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة عبدالطيب بن طالب مدرسة المسيرة الخضراء الابتدائية بجامعة خنيفرة مؤسسة منخرطة في مشروع مؤسسات الريادة خلال الموسم الدراسي المقبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شاكي بن موسى في زيارة ميدانية لها ولعدد من المؤسسات المنخرطة في هذا المشروع لضمان دخول مدرسي ناجح نشوفوا كيفاش إجراءات الاتخاذات باش نسهلوها الظروف المدرسي ويتم في أحسن إطار بالنسبة للتلاميذ والأساسي للتحق والأطور التربوية والأطور الإدارية من خلال هاد الزيارة اليوم عندما اشتركوا هناك هذه المدرسة جماعاتية اللي احنا موجودين فيها واللي كان الاهتمام بالمرافق الاجتماعية وخاصة بالداخلية هذه الزيارة تأتي في إطار الإجراءات المتخذة لتوسيع شبكة مؤسسات الريادة خلال الموسم الدراسي الجديد المندرج ضمن المشاريع الأساسية لخارطة الطريق 2022-2026 موسم سيعرف زيادة في عدد مؤسسات الريادة بحوالي ألفين مؤسسة تعليمية سيستفيد منها حوالي مليون تلميذ بالسلك الابتدائي هذا المشروع هذا اللي لعب واحد دور في هذه المؤسسة اللي على المستوى تهيئة البنية التحتية للمؤسسة من ناحية الطربوية هذه السنة تم توصيع قاعدة المؤسسات التعليمية وأيضاً اعتماد مؤسسات الريادة لأول مرة بسلك الإعدادي وهو مشتروع تربوي مندميج يهدفه إلى الرفع من المكتسبات الدراسية وتحقيق الجودة المنشودة المشروع سيشمل السلك الثانوي الإعدادي أيضاً لأهم مائتين وثلاثين إعدادية عمومية على المستوى الوطني لضمان توفير ظروف تعليمية وتعلمية ملائمة تساعد على الرفع من مستوى تعلمات التلاميذ شكلت تحديات المتداخلة بين الهجرة وتغير المناخ على المستوى الوطني والدولي شكلت محور ورشة عمل نظمتها المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء برباط كل التفاصيل في سياق التقرير التالي التحديات المتداخلة بين الهجرة وتغير المناخ على المستويين الوطني والدولي محور ورشة عمل نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالرباط لقاء يهدف إلى تعزيز النقاش على الصعيد الوطني حول إدماج العلاقة بين الهجرة والبيئة وتغير المناخ ضمن السياسات العامة واستكشاف التحديات التي تطرحها هذه التدخلات المعقدة في المغرب المنظمة الأممية تطورت استراتيجية متكاملة لمعالجة الروابط بين الهجرة والبيئة وتغير المناخ تهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على الصمود وإدماج قضايا الهجرة في السياسات المناخية ودعم الهجرة كستراتيجية فعالة للتكيف اللقاء شكل فرصة لتدارس التداعيات الوخيمة للمخاطر البيئية على السكان الأسيامة في المناطق القروية الإشكالات اليوم التي نمت رحها هو إلى أي حد نحن اليوم قادرين تلاقى من سياسات عمومية ومن برامج ترابية كذلك أن نعالج هذه الإشكالات للتنخلات الإنسان سواء داخل المغرب أو من خارج المغرب خاصة من كانت كلمة على الهجرة للأفريق جنوب الصحراء تجاه المغرب الورشة المنظمة على مدى يومين تتميز بعرض نتائج مشروع العلاقة بين الهجرة والبيئة وتغير المناخ في المغرب ودراسة حول الروابط بين الهجرة وتغير المناخ في جهتي طنجة طوان الحسمة وسوسماسة والتي تندرج في إطار ملف الهجرة والبيئة وتغير المناخ للمنظمة الدولية للهجرة في موضوع آخر تم تنفيذ مشروع الربط بين الحوضين المائيين لسبو أبرقرق في الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات المتزيدة من الماء على مستوى المنطقة الساحلية بين الرباط والدار البيضاء التي تعاني من عجز مائي استثنائي هذا المشروع الدخم الممتد على مسافة 67 كم مكن من ضمان تدفق قوي ومنتظم للمياه القادمة من سد المنع بحوض اسبوء إلى سد محمد بن عبد الله على نهر أبرقرق ويأتي هذا المشروع في سياق يطبعه توالي 6 سنوات من الجفاف أثرت بشكل كبير على مخزون المملكة من المياه سواء الجوفية منها أو السطحية وتعرف نسبة ملء السدود تراجعا ولا تتجاوز حاليا 28% على المستوى الوطني مع توزيع غير متوازن بين مختلف الأحواض المائية في سياق آخر وفي ظل إشكالية الإجهاد المائية التي تعرف تامناميا مستمرا لجأت جهة الرباط سال القنيطرة خلال السنوات الأخيرة إلى محطات المعالجة مسبقة للمياه القادمة أو العادمة وذلك بغرض إنتاج موارد مائية ذات قيمة مضافة عالية ومحافظة على البيئة في آن وتحفز هذه المحطات الموجهة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف بالجهة على إعادة تدوير العناصر المغذية المستخلصة والتثمين البيئي للمياه لسيما من خلال التقليص من التلوث وتصريف مياه الصرف الصحي في الوسط الطبيعي صدق المجلس الجماعي لفاس خلال دورة استثنائية عقدها الاثنين على إحداث مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع شيماء بكة تطلعنا على كل التفاصيل المجلس الجماعي لفاس يصدق خلال دورة استثنائية عقدها على إحداث مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع ويمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في تعبيد طريق نحو إحداث شركة جهوية متعددة الخدمات مستقبلاً طبقاً للقانون الرامي إلى إصلاح النظام الحالي لتدبير خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات هذا المخطط كله استراتيجي هو تعكس النظر المتبصرات لصاحب الجلالة فيما يخص هذه المرافق لأنها هاكم تبعتوا هذا القانون هذا بدفع بعض الجهات قبل منا يعني تفعيل دياله هو تدريجي يعني تأخذ كل حتياتات باش يكون ذاك العدالة المجالية ويكون ذاك الخدمات مقدمة لجميع المواطنين في أحسن الظروف وعلاوة على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل تهدف مجموعة الجماعات الترابية فاس مكناس للتوزيع إلى ضمان تنفيذ المشاريع الهدفة إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء لسيما بالمناطق القروية كما سيتم تفعيل هذه المقاربة الشاملة بشركة مع الدولة وباقي القطاعات المعنية من أجل ضمان تنسيق فعال للجهود بهدف النهوض بالبنيات التحتية والخدمات بالجهة برمتها بالنرويج تم استعراض والتجربة المغربية الرائدة في مجال الانتقال التاقي خلال مؤتمر أعمال البحار الشمالية التي تنعقد حاليا في استفنجر النرويجية وأبرزت وزيرة والانتقال التاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي التي تمثل المغرب في هذا الحدث رفيع المستوى الذي افتتحه ولي عهد النرويج الأمير هاكون أبرزت التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال الطاقات المتجددة كما تطرقت الوزيرة في مداخلة لها إلى المحاول الرئيسية لاستراتيجية المغرب في المجال التاقي لسيما الأمن التاقي وحجم المشاريع المنفذة وسرعة تنفيذها وسجلت أن المغرب بالنظر إلى إمكاناته والخبر التي اكتسبها في هذا المجال الواعد يتموقع كفاعل رئيسيا في إطار الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق انتقال ناجح في مجال الطاقة تقول ليلى بن علي جرى اليوم الثلاثاء تسليمه باملكية لشرفاء زوية سيد أحمد أموسى وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولياء الصالح بإقليم تزنيت جرى تسليم هبة ملكية لشرفاء زوية سيد أحمد أموسى وذلك بمناسبة إقامة الموسم الديني لهذا الولياء الصالح بالجماعة الترابية سيد أحمد أموسى التابعة للإقليم اليوم تشرفنا بتسليم هبة ملكية تسلمها الشرفاء الزوية سيد أحمد أموسى وكذلك رفعنا وبهذا المنسبة السعيدة نرفع نرفع آية الولى والطاعة والولى للسدى العليا بله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلال والأملك سيدنا وحفظه الله الهبة الملكية تضمنت أيضا مساعدات أخر عبارة عن محافظ وأدوات مدرسية لفائدة تلاميذ منحادرين من العالم القروي بالإضافة إلى توزيع إعانات لفائدة الأطفال اليتامة وحفظة كتاب الله والأسر المعوزة وبهذه المنسبة نظم حفل ديني بضريح الزاوية رفع فيه الحضرون أكفة درعة إلى الله تعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملك الأمير مولي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير مولي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة في موضوع آخر يشكل موضوع الطفولة الإفريقية بين الهجرة والاستغلال والاتجار محور لقاء علمي انتلقت أشغاله بمراكش ويسعى هذا اللقاء إلى براز الأدوار التي تطلع بها مؤسسة رئاسة النياب العامة بالمغرب كل التفاصيل معك عبدالتي بن طارق الطفولة الإفريقية بين الهجرة والاستغلال والاتجار محور لقاء علمي احتفالاً باليوم العالمي للطفل الإفريقي لقاء لإبراز الأدوار التي تطلع بها مؤسسة رئاسة النيابة العامة بالمغرب في مجال حماية الطفل وتكريس الممارسات الفضلة في مكافحة شتى مظاهر العنف والاستغلال والاتجار والمس بحقوقه الأساسية منتدى حوار قدرة الأفارقة ينطلق اليوم بأول لقاء له علمي هذا المنتدى الذي جذوره في المملكة المغربية وفروعه في ما يناهز منطاش الدولة من البلدان الإفريقية سوف يعمل لمدة ثلاثة أيام على تجسيد مجموعة من التوصيات اللقاء يشكل أيضاً مناسبة لتكريس وتعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة بشكل عامل في إغناء الحوار والنقاش وتبادل الخبرات بين القضاة في إطار تعاون بناء مع المؤسسات منها على الخصوص المؤسسات القضائية الواصية على القضاة وأجهزة القضاء أعتقد أن موضوع المنتدى يلامس مشاكل الهجرة لدى كل بلداننا فالمغرب كالكوديوور كان فيما سبق بلد عبور أصبح بلد استقبال وهذا المنتدى فرصة لإيجاد حلول وتوصيات لمشاكل الطفولة الإفريقية المنتدى منذ تأسيسه سنة 2021 يضم حوالي أربعين قاضيا ينتمون إلى ثمانية عشر بلدا إفريقيا منتدى يتوفر على صفة ملاحظ لدى جمعية المدعين الأفارق عن منطقة شمال إفريقيا وهو عضو في الجمعية الدولية للمدعين وفي الجمعية الدولية للمدعين الفرنكفونيين عبر العالم أعلن الرئيس والوكرني فلودمير زيلنسكي أعلن أن جيشه أجرى أخيرا اختبارا ناجحا لأول ساروخ بلستي محلي الصنع وقال زيلنسكي في مؤتمر صحفي عقد في كييف إنه تم إجراء تجربة إيجابية لأول ساروخ بلستي من صنع أوكراني وتحاول أوكرانيا تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها وتشجيع الإنتاج العسكري محليا في إطار الجهود التي تبذلها من أجل أن تصبح أقل اعتمادا على المساعدات العسكرية الغربية دوليا دايما قالت الأمم والمتحدة إن ثلاثين شخصا على الأقل قو حتفهم في انهيار سد في شرق السودان ناتج عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات انهيار السدود أدى إلى تدمير العديد من المنازل ونزوح آلاف الأشخاص كما الحق الأدرار بالبنى التحتية والمحاصيل وحسب ما أفادت وزارة الصحة بالبلاد أن السودان غالبا ما تشهد أمطار غزيرة بين شهرين ماي وأكتوبر من كل سنة أدى إعصار قوي بدأ يضرب جنوب اليابان إلى تعطيل حركة النقل ومن المتوقع أن يتسبب بتدعيات أكبر بحلول نهاية الأسبوع مع توجهه نحو الجزر الرئيسية في الأرخبيل وقالت السلطات إن إعصار شانشان يتجه إلى جزيرة أمام صغيرة في أوكيناوا جنوب اليابان مسحوبا برياح تصل سرعتها إلى 216 كم في الساعة وقبيل مروره أدت الأمطار الغزيرة بالفعل لتعليق رحلات القطارات فائقة السرعة لساعات في وسط البلاد كما تسببت في تأخير رحلات أخرى في خبر آخر أطلقت منظمة الصحة العالمية أطلقت حملة عالمية للتصدي لتفشي جدر القردة وتستمر خطة الاستجابة الاستراتيجية هذه من شتنبر 2024 إلى غاية فبراير 25-20 كل التفاصيل معك شايمة باك منظمة الصحة العالمية تطلق حملة عالمية لتصدي لتفشي جدر القردة خطة الاستجابة لهذه الاستراتيجية ستستمر من شتنبر المقبل إلى غاية فبراير 2025 ما يستجزم تمويلا بقيمة 135 مليون دولار أمريكية وتهدف الخطة إلى تعزيز استراتيجية الرصد والاستجابة وضمان الوصول العادل إلى التشخيص واللقاحات والحد من انتشار المرض من الحيوان إلى الإنسان وأكذا تمكين المجتمعات من مكافحة تفشي المرض وذلك من خلال جهود عالمية وإقليمية ووطنية منصقة هذا وسيتم العمل في هذا الإطار على تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل المتعاملين عن قرب مع الحالات والعملين في مجال الرعاية الصحية لكسر سلسل انتقال المرض وستركز الخطة على توفير القيادة وتوجيه الاستراتيجيين وضمان حصول الفئات الضعيفة في المناطق المتضررة على العلاج الطبي ووفقا لبيان منظمة الصحة العالمية سيجرى خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق نداء تمويل عاجل رياضيا أعلن نادي أرسنال الإنجليزي أعلن تعاقده مع ميكيل ميرينو خلال فترة الانتقالة الصيفية الحالية قادما من إسبانيا حيث كان يلعب في الريال السوسيدات وحسب تقرير إعلامية فإن قيمة السفقة بلغت حوالي 36 مليون دولار أمريكي إضافة إلى 5.5 ملايين دولار على شكل متغيرت وسبق لللاعب البالغ من العمر 28 عاما والذي يعد أحد أبرز نجوم المنتخب الإسباني المتوج بلقى بكأس أمم أوروبا الأخيرة سبق له أن لعب في البريمير ليغ حيث مثل نادي نيوكاسل قبل الالتحاق بالدور الإسباني من بوابة سوسيدات الذي أمضى معه الأعوام الستة الأخيرة بهذا الخبر نوقع ونتنشر شكرا لكم على المتابعة شكرا للموصول لفريق العمل في أمان الله